بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة النبي محمد عليه وسلم كانوا في سفر ومروا على حي من أحياء العرب فطلبوا أكل كانوا ناس بخلاء جدا لم يعطوهم شيء وبعدين بعد ذلك كان سيد هذا الحي من العرب لدقته حية فسألوا الصحابة هل منكم من راقن في عندكم حد يشفي سيد القبيلة فقام أحد الصحابة وقال نعم أقوم بذلك لأن الحقيقة هم حولوا معاه كل المحاولات عشان يعالجوا موضوع لدغة السعبان ولكن لم يجدوا حلا ماذا فعل هذا الصحابي الجليل هو وضع يده على مكان هذا السم أو هذا اللدغة السعبان وقرأ الفاتحة سبع مرات فشوفوا يا إيه هذا الرجل فإيه بقى هم طبعا الصحابة كانوا أسكية شوية لما شفوهم بخلاء قالوا لا إحنا لن نقوم بذلك حتى إيه حتى تعطونا جعلا أو أجرا لذلك فالحياء قالهم أنتوا عندكم قطيع من الغنم إذا إيه شوفوا يا إيه سيدنا وفعلا شوفوا وربنا بالرأو وأعطوهم طبعا إيه هذا القطيع من الغنم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أنها رقية آه هنا بقى نعرف درس مهم جدا إن الصحابة رضون عليهم كانوا فهمين أسرار وعازم صورة الفاتحة رب نعرف سيدنا أمرنا أن نقرأها مش في كل صلاة ده في كل ركعة إحنا بنقرأها لو صلينا الفريضة 17 نرة في اليوم هذه الأسورة مباركة ومن أسرار من أسماعها أنها الشافية وأنها هي الكافية وأنها أم الكتاب يعني أم القرآن وأنها القرآن العظيم ومن أسماعها أنها الصلاة الفاتحة لها أكتر من 15 اسم وكلها أسناء تدل عليها الحقيقة وكثير جدا من لدخل الإسلام بفضل صورة الفاتحة بس محتاجة بقية نعرف معناها الطباء نفسانين كثير جدا غربين لما حللوا صورة الفاتحة ليه الرحة النفسية بتيجي الواحد وبيحس بالاتياح نفسي وبأمان نفسي لما بيقرأ صورة الفاتحة لأن تبتصف أن رب العالمين هو الرحمن الرحيم وبتكره مرتين لما بتقول يا بخشوع بيطمئن قلبك أن إدارة هذا الكون بيد أرحم الرحمين بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم طبعا دي حاجات بتجعل في النفس الراحة أو الأمان لنفس الحياة ونلحق في واحدة لما عرفوها بالإسلام وقتنعت بيه كانت مترددة فقالت طيب أقرأ القرآن فتحت النسها المترجمة للقرآن ولما قرأ صورة الفاتحة ظلت تبكي أربع ساعات من فضل وعظم صورة الفاتحة صم بعد ذلك دخلت في الإسلام